الموضوع يسعدنا أن يكون معنا مدير عام دارة الأرصاد الجوية المهندس حسين المؤمن يعطيك العافية مهندس الله يعافيك أخي عبيدة وصبعات خير إليك وصبعات خير لجميع الأخوة المشاهدين أهلا وسهلا فيك مهندس عبر منصة الأردن اليوم برنامج صوت الوطن أهلا وسهلا أول شيء نحن نشكركم كدارة أرصاد جوية على النشرات الدورية التي تقدموها للمواطنين بحيث توفروا معلومة دقيقة 100% للمواطنين يا مهندس زي ما حكينا أن المملكة اليوم في تصريح سابق لكم معنا أنه بتتأثر في منخفض خماسين يؤثر على المملكة اليوم يريد بس نطلع المشاهدين والمستمعين الكرام عن آخر التطورات حول هذا المنخفض نعم يعني أخي عبيدة بتتأثر المملكة بمنخفض خماسيني بدأت تتأثر المملكة فيه نتوقع خلال اليوم والليل القادم وأيضا يوم الغد أن تكون هناك أجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الوفقية وقد تصل في بعض الأحيان في بعض المناطق إلى ما دون الواحد كيلومتر راجيم للإخوة المواطنين وخاصة أنه نحن اليوم يوم الخميس نهاية تصمير راح يكون هناك حركة نشطة ما بين المحافظات إن كانت المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية من المملكة أن يأخذوا الحيطة والحذر نتيجة تدني مدى الرؤية الوفقية في تلك المناطق وأيضا أن يتقيدوا مع أخواننا في السير وفي الأمن العام والدفاع المدني لأخذ عن حالات الطرق خاصة الطرق الخارجية وخاصة الطريق الصحراوي على مدينة العقب راجين طبعا للجميع السلام إن شاء الله نعم الأجواء اليوم يعني كما ذكرت راح تكون أجواء مغبرة في معظم مناطق المملكة مع ظهور الغيوم المتوسطة أو العالي ومتوقع سقوط ذخات خفيفة من المطر على بعض المناطق وخاصة المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أيضا يصاحب هذا المنخفض الخماسيني رياح شديدة قد تصل سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم في بعض الأحيان على بعض المناطق أيضا كما ذكرت مما يؤدي إلى تدني مدرور الفقية اليوم متوقع أن تسجل العظمى في مدينة عمان بحدود 28 درجة مياوية يوم غد الجمعة متوقع انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن الأجواء راح تبقى أجواء مغبرة خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة أيضا متوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ومتوقع أن تكون هناك ذخات خفيفة من المطر على الأجزاء الشمالية والغربية من المملكة يوم غد المتوقع العظمى في مدينة عمان 26 درجة مياوية ويوم السبت أيضا متوقع انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة الأجواء متوقع أن تكون أجواء ما بين غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومتوقع سقوط ذخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة يوم السبت أيضا نتوقع أن تسجل العظمى في مدينة عمان بحدود 22 درجة مياوية ويوم الأحد تبقى الأجواء بارد نسبيا وغائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومتوقع أيضا أثناء النهار سقوط ذخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية وأيضا الوسطى من المملكة يتوقع أن تسجل درجات الحرارة والغبار في مدينة عمان اليوم الأحد بحدود 22 أيضا درجة مياوية يعني أخي عبيدة التحذيرات المهمة هي من تدني مدى الرؤية الفقية بسبب الغبار المتوقع أن يكون في أجواء المملكة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الفقية وأيضا الرياح النشطة تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الفقية وأيضا هناك التحذير آخر للأخوة المواطنين لأنه كما ذكرت في بداية الحديثي بأنه ستكون هناك حركة نشطة خاصة أنهم مقبلين على أطلط نهاية أسبوع قد تتراكم الغبار على بعض الطرقات وبزخة فطر خفيفة تؤدي إلى الانزلاقات في تلك المناطق راجيب للأخوة المواطنين أيضا أخذ الحيبة والحذر بالنسبة للطريق الصحراوي مهندس عسيان بدنا نركز عليه شوي نعم الطريق الصحراوي متوقع على الطريق الصحراوي غبار كثيف في بعض المناطق وقد تكون في بعض المناطق أيضا مدى الرؤية معدومة وخاصة في ساعات ما بعد الظهر طيب يعني بدنا يعني راح نستقبل الشهر الفضيل في المنخفضات مهندس ولا راح تكون الأمور إن شاء الله أحسن بس في السؤال مرة ثانية راح نستقبل شهر رمضان بالمنخفضات ولا راح تكون الأمور إن شاء الله يعني ضمن سياقنا أخي عبيدة احنا يعني احنا في فصل الربيع وعادة ما يؤثر في فصل الربيع هو منخفضات خماشينية وأيضا حالات عدم استقرار جوي ليست كالمنخفضات التي تأتينا في أربعانية شتاء أو خماشينية شتاء فمعظم هذه المنخفضات بتكون منخفضات خماشينية في بعض الأحيان تتحول إلى امتداد لهذه المنخفضات وبصاحبها في طبقات الجو العليا حوض علو بارد مما يؤدي إلى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي في بعض الأحيان إلى أمطار غزيرة كما شاهدنا خلال الأيام الماضي والأسبوع الماضي بأن تتشكل السيول في بعض المناطق نتيجة الأمطار الغزيرة التي لا تستوعبها التربة تتشكل السيول ويعني أيضا نتيجة حالة عدم الاستقرار دائما نحذر الإخوة المواطنين اللي مقتنوا بالمناطق المنخفضة وأيضا على الضفاف الأودي أن يأخذوا الحيطة والحذر نتيجة تشكل السيول يعني متى مهندس يعني السؤال الأخير متى رح ينتهي المنخفض يعني حسب توقعاتكم أخي عبيدي صوتك كثير المنخفض يعني الخماسيني متى رح يزور على المملكة إن شاء الله متى رح تنخفض أمور الأجواء الطبيعية متى حيبلش تأثيره لا لا متى حينتهي ينتهي يعني متوقع يوم الأحد أن ينتهي يعني المهندس حسيا مدير عام دائرة الأرصاد الجوي بدي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات المهمية والفغاية الأهمية اللي صرحت لنا فيها قبل شوي شكرا جزيلا المهندس